النظام مدعمة بميليشيا حزب الله اللبناني من الجبهة الشرقية من يبرود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة هذه الأنباء غير صحيحة الآن عدت ومنذ قليل تقريبا منذ ربع ساعة تقريبا أنا عائد من هذه الجبهة جبهة العقبة تقريبا عناصر الجيش الحر ولا فيما القيادة الموحدة في القلمون ما زالوا مرابطون على هذه الجبهات على جبهات يبرود على جبهة مزارع الصالحية وجبهة مزارع ريمة وجبهة العقبة وجبهة السحل على عدد من الجبهات الأخرى البعيدة من يبرود أيضا سوار القيادة الموحدة ما زالوا مرابطون وننفي نفيا قاطعا دخول عناصر حزب الله أو عناصر الجيش النظامي إلى مدينة يبرود الذي حصل بالأمس والفيديوهات التي تم تناولها عبدا بعض وتخيل العلام والافيما اللبنانية منها أنه عناصر جيش النظام عناصر حزب الله تقوموا بشكل طفيف على جبهة مزارع ريمة وجبهة الصالحية ووصلوا إلى مزارع قريبة في مدينة يبود وحاولوا السيطرة على المدينة والدخول إليها ولكن لم يستطيعوا وقاموا بتصوير بعض الفيديوهات وقاموا بنشرها اليوم على أنها اليوم من مدينة يبرود ونحن نؤكد كالمركز الألامي للقيادة الموحدة في القلمون القيادة العسكرية الموحدة في القلمون عدم دخول عناصر حزب الله أو النظام إلى مدينة يبرود كما نتوجه برذالة عتاب إلى أخواننا أخواننا الذين يقفون على الجنب الآخر من القلمون القلمون التحتاني والكالسائب الأخرى التي ما زالت نائمة إلا الآن كل يوم يعيدونها بأنهم سيعملون وسيقومون بقيام عمل عسكري ضدق هوات النظام وعصابات حزب الله ولا يتحركون نعم طيب أبو زيد أنتم تنفون أن يكون عناصر نعم أبو زيد أنتم تنفون أن يكون عناصر من النظام أو من نشي حزب الله اللبناني قد توغلوا إلى داخل المدينة أين هم متواجدون الآن على أطراف الجبهة الشرقية اليابرود على أطراف الجبهة الشرقية باتجاه يوجد طريق من دوار يبعى دوار الأسود إلى طريق الأسراد الدولي على هذا الطريق يتواجد عناصر حزب الله هم وعناصر جيش النظام على الثلال المحيطة بمدينة يابرود بعيدين هم بحدود تقريباً 200 كم عن مدينة يابرود أيضاً نوجه رسالة إلى وزارة الدفاع وزارة الدفاع الفنازق التركية وزارة الدفاع الاتلاف اللاوطني التي لم تتدخل إلى الآن في مدينة يابرود وتقديمتها بعض المبالغ بالأمس إلى جبهات العاملة في مدينة يابرود لا نعرف ماذا نفعل الآن يعني لماذا الآن تدخل الاتلاف لا نريد تدخلكم إذا كان في هذا الوقت فشلتم أنتم هكذا وزارة لعنة الله على كلم من يتخازل عن نصرة يابرود والقلمون نعم أبو زيد هل من السوار سامدون وصممون على النصر تقول إن عناصر الجيش الحرمي الشيح يزب الله مرابطون عند الجبهة الشرقية ليابرود هل من اشتباكات تدور هناك أختي الكريمة ننتقل إلى جانب الآخر جانب الاشتباكات وجانب القصف الأستاذة مدينة يابرود الاشتباكات منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة محاولات متكررة من عناصر حزب الله للتقدم في مدينة يابرود ولا يستطيعون فضل الله تعالى ومن ثم عناصر القيادة الموحدة التي يدعمها بعض الأخوة الداعمين وليس قيادة الأركان ولا الاتلاف الوطني ولا وزارة الدفاع بفضل الله تعالى السوار صامدون سوار القيمون والسوار القصير يعاهدون الله على الصمود في وجه حصابات حزب الله الجانب المدني أختي الكريمة بحدود خمسة آلاف مدني يقطنون تحت القصف في مدينة يابرود قصف عنيفة بصواريخ زلزال وبركان وهذه الصواريخ هي من صنع عصابات حزب الله وعصابات إيرانية وهذه الصواريخ صواريخ فراغية تقوم بتدمير المنزل كما هو باستطاعة هذا الصاروخ الصاروخ هو واحد يستطيع تدمير تدمير بحدود منزل من ثلاثة طوابق يعني يزمروا على الأرض قصف بشتى أنواع القزائف وشتى أنواع الأسلحة ولا سيما صواريخ صواريخ متضادات الدروع صواريخ الكورنيت واستخدام أسلحة متطورة من أجل التقدم ولكن فضل الله تعالى السوار مرابطون مصممون على الصمود نعم ناشط الإعلامي أبو زيد حدثتنا مباشرة